مخلوف الرجل المرابط بمركز سباق الخيل وسط مدينة الجلفة قصته مع الخيل ابتدأت من خمس وثلاثين سنة وهو اليوم ملازم لإستبله البسيطة بين خيوله العربية الاصيلة في المهنة هذه خمسة وثلاثين عام هذه المهنة تورثة على أجدادي وأبائي هذا العود هذا ربي كرمه في القرآن هذا الحصان ربي كرمه قال والعادياتي ضبعا والرسول قال علموا أولادكم السباحة والربي ولكم بالخيل أنا كان نشوف الخيل وأقلق الخيل هب من الريح الخيل هذه أنا كانت تعطيني كرثة آخر فخمة وتعطيني حصان كنقولها الواحد ما يصدق ليس ندي العود وندي سرعة أنا من صغري وأنا نشتي الحيوانات وبالأخص الأحصنة وأصلا كي كنت صغيرة كنت نجي عاد مخلوف قعد نتعلم وقلمني عام المخلوف وفعل المستوى نظرا لخبرته الكبيرة في مجال تربية الخيول والفروسية فتح مخلوف استبله لمختلف شرائح المجتمع من أجل تعليمهم مبادئ الفروسية بمركز سباق الخيلة الهدف التاعي أن ندرب الأطفال أطفال هذين ندربهم ونخرج منهم فرسان وفارسات أنا نحب الخير نحوص نولي فارسة محترفة نحب نولي فارس محترف ونشارك في السباقات أنا من كنت صغيرة نكعتها فارس والله من كنت فارس مات ولدها كي مات ولدها تنفخ زراحة نكعتها يقول لك إيسان نكعم الفارس نكعتها وأنا معروف في مدينة الجلفة وضواحية بالخيل هذا الرجل الوفي وفي موقف نادر شرب حليب الفرس بعد تأزم حالتها الصحية فكان لها الرفيق الدائم في الرخاء والشدة في قصة لرجال أحب الخيلاء فأكرموها لتكرمهم